بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الإخوان والأخوات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله نحاول أننا نكملوا حول موضوع السرطان ونحطوا اليوم واحد طبيب وعالم حاول أنه يحطوا نظرية جديدة كنا تكلمنا للمرة اللي فاتت على مجموعة من الأطيباء والعلماء ومن بينهم لورون شفارتس لورون شفارتس فهو يعني طبيب راديولوج يعني كونسيرولوج فرنسي اللي من بعد غادي يمشي يكمل أبحاث دياله فيما يتعلق بمرض السرطان في أمريكا وفاش لقا يعني بعض اكتشافات جديدة ووصل مجموعة أشياء لاحظ أن المنظمات العالمية والأطيباء حتى في فرنسا يعني حتى واحد ما بغي يقبله البوبليكاسيون اللي اللقاه هو المجموعة ديال البحث العلمي اللي معاه غير هو لورون شفارتس ما غاديش يوقف ما غاديش يعني يقول يقول حاول انه يعني يتيج جمع غير في الطر دياله في بعض الأحيان ودار واحد المنظمة فونداسيون ديال المرضى اللي مرضى السرطان واللي العلاج الكيميائي يعني ما بالعكس أكثر عليهم حاولوا انهم يشوفوا بديل اللي هو كيتسمى طيب البديل وهو لورون شفارتس يعني مع مجموعة ديال العلماء والباحثين حاولوا انهم يرجعوا الواحد النظرية تحطت في الف وتسعمية وعشرين هذه النظرية هذي ديال اوتو فاربورغ فهو يعني عالم وطبيب وكيميائي ألماني اللي كان تحصل على جائزة تنوبل في الف وتسعمية ووثلاثين جائزة تنوبل للطيب وكان يعني 4 فوا 47 فوا نوميني بخي نوبل يعني باش انه انسان 47 مرة يكون نوميني راه تعرفوا باللوكال الكاليبر ديال هاد الانسان هادو وهاد السيد هادا يعني اوتو فاربورغ يعني كان كان لانه هو نصف يهودي ونصف مسيحي يعني لديك العلم اللي كان عنده وليش فعليه انه باش انه ما يموتش لانه اضولف هيتلر كان يشك انه عنده وقال لهم خليوا العالم اوتو فاربورغ لانه ربما يقدر هو اللي عنده العلاج اللي هاكك باش ما ما ماتش حتى اللي فاشجوا يعني الروس وف الف وتسعمية وففتسة وربعين وهم اللي يعني خلصوه ومن بعد غادي يبقى ف ابحات ديالو حتى انه من بين التلاميذ اللي غادي يكونوا عنده فهو اضولف كريبس مول سيكل دو كريبس اللي حتى هو عنده بري نوبل ف الف وتسعمية وثلاتة وخمسين والاكتشاف ديال اوتو فاربورغ انه غادي يحط واحد نظريا ديال ليفي فاربورغ هاد نظريا ديال ليفي فاربورغ كتقول باللي ان الخالية السرطانية ما محتاجاش الوكسيجين يعني يمكن لانها تتكاتر بغياب الوكسيجين بخلاف الخلايا الصحيحة ضروري خصو يكون الوكسيجين باش انها تطير لانابوليزم ديالها و ديال الكاتابوليزم كامل خاصة ضروري الوكسيجين فانك تتبع هاذاك السيكل دو كريبس و الميتو كندري و هاد المسائيل كاملي دونك اه غادر رجعو للنظريا ديال ديال اوتو فاربورغ او ليفي فاربورغ تيقول ان لانا فاش قلب اللي سيلو الكانسيروز لقا عندو محد ديال لزيون لكتات او الاسيد لكتيك هاد الاسيد لكتيك فحلا قلتي عندهم يعني بلاصمتي ياخدو اللي ميتو كندريدك كار يعني لسيكل لسيكل دو كريبس رو باماركو معرفينو فا هو لسيكل ديال اصيدي لسيكل ديال لسيكل ديال لسيكل ديال كاملين تتوكسيدو فاش منابعد تن ركبير واحد الانيرجي ليه يا لاتيپ ولا لاند الانده هاد المسائيل هادو ديال لسيكل دو كريبس لسيكل ديال تحتافظ بذلك الاسيد لاكتيك وتحتافظ بذلك السكار يعني ما كتتحرقوش وهنا كتدير لك الخلال في الدات من المسائل الخلال اللي يلقى كذلك ان السيكل ديال بحل تيب ديال انفرمنتاسيون انايروبي ديال يعني ذلك السكار وخام يكونش عند الوكسيجين غادي تفرمنطي بحل تيصاب الشراب بحل تقريبا بحل تيصاب الخامير ومن بين المسائل الاخرى اللي اكتشف هي ان اكتشف ان الكنسر يدو يعني الواحد ديال الميتوكندري هما اللي غادي هدوك يعني اللي غادي اعطينا الوكسيداسيون تسميتو اعطينا الانيرجي وهدي هما هدوك الميتوكندري كاملين تيخربقو الشكل ديالهم وبالتالي ما تسبقاش تقوم بالطور دياله هدوك الميتوكندري هدوك الميتوكندري هدوك الميتوكندري هي كاتصاوب وكاتابوليزم هي كاتهرس باش تتعطينا الاخرى لا تستطيع الانيرجي وبالتالي عند غير الفابريكاشن اتتصاوب كاتكتر في الابيوماساك باش تتولي واحد الشكل اللي ما فيهش الكمه في الحلقة اللي فات ما يموتوش ما عندومش الفرانات وبالتالي هنا ما يمكنش الالتات انها يعني تقوى بالعكس تولي فاشلة لانه مما تياخدو كل شي وتيخليوها هي عندها ديما نقص في الاكل في المواد وكل ما تزيكليتي وزيتي من المواد تزيد عاوة اني تعيي هدوك هدوك الزورغان اللي غاية تكلفو مثلا بحال الاليميناسيون وبحال الاليميناسيون ايباتيك ولا رينال ولا فيكال ولا بالعرق ولا من الزنتستان وهدي كتعييهم وكتكترف فيهم حتى انهم فاشي عيو تكترو فيهم لطوكسين لو سخ يعني الميكواليمون لزوليواليمون تكترو فيهم وهنا فاشي ولي الدات صافي كتهلك. دونك هنا قدرنا غير فقط كيفاش ان كينين بعض الناس اللي كيقلبوا على اشياء ولكن علميا ان الله عز وجل يعني العلماء اعطاهم واحد المرتبة حتى انه لو انه ما كانش بالعلم دياله كنا رأى دول فيتل قتلوش حاله دي وما سمعناش به. واخا عنده بري نوبل ولا يبدأك بري نوبل والمسائل اللي عنده والعلم اللي كيكتشف انه شفع ليه انه يبقى في الحياة. دونك هد 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 لوران شفارتس غدي غدي وصل واحد المسالة انه كيفاش يلعب على نسبة ديال السكر في الدات وعلى التغذية وعلى الاكسيجيناسيون. هاد المسائل كاملين غدي لعب عليهم وغدي حط واحد البروتوكول كأدوية وكريجيم. وغدي حطهم انا نتكلم عليهم ولكن اللي بغاهم يعني يعني نعطيه لفيديو نعطيه حطيه لباش ديالوران شفارتس ويدخلوا يشوفوا هذا كله بروتوكول باش ميلومني شي واحد انني كنعطيه. كنعطيه يلاجات ولا ديال ما يمكنش نعطيه لانه ماشي اختصاص ديالي. هنا اه يعني باش غدي نخل يعني كخلاصة انه وعلاش يعني احنا في المغرب هاد العلماء ديالنا ضروريتي بحثو انه خصو يكون واحد دعمالي كبير ديال البحث العلمي عاد باش ينوضو. اه لانه باش غدي تلقى واحد دواء وباش انك تعالج الانسان خصو غير انك تكون عندك ذيك الارادة. اه هي خص واحد شوية ديال المادة ولكن واحد قاله انه غير بدك شي شوية اللي عنده يحط شي شوية ولكن واحد تكامل يعني خص الفيزيسيان خص لماتيماتيسيان خص ليشيميست البيوشيميست البيولوجيست هاد الناس هادو كاملين خص كل واحد يعطيه شوية العلم ديالو واحد يكمل الاخره لا بغينا نكتشف واحد حاجة هادشي لي مشابه هو لورون شفارتس انه مبقاش مختصر فقط انه فقط على الاطباء بالعكس يعني مشا عند دي ماتيماتيسيان دي فيزيسيان اه عند دي بيولوجيست الناس اللي كل واحد عنده الفكرة ديالو عنده نظرة ديالو وقدرو انه نوصل الواحد الحاجة. هاد الناس نكمل لكم هاد الويدو هاليخوان بواحد لسيطاتيان ديال العلم Otto Warburg لتيقول لسيطاتيانس نه مرغبس با فرس كالي سيطيفيك شانج لرس إدهي ميه بارس كالي سيطيفيك بلوكي دان دان دي سيطيفيك إراني مرد وي سان رملاسي نتمنى انه كم تفهموا هاد الاسيطاتيان واتحياتي وإلى الحلقة القديمة وشوكرا اشتركوا في القناة